مهمة جدا هذه النقطة تأتي امرأة وتقول طيب والأولاد والله سؤال منطقي وجيه بس أنا أستغرب أنه بس الأم أهيلة تسأل على الأولاد وهذا الشيء بسبب اللي تبين أنه هي فقط الوحيدة المهتمة بالأولاد فهذه تعطي الأحقية أو الامتياز لزوجها أن يبتزها في أولادها فيستمر بسوئه يستمر بالطهادها وهو يعلم ويضمن بأنها لن تبتعد عنه بسبب أولادها فأصبح يمارسون كل شيء وهم ضامنين كما راح تخلونهم لعلشان الأولاد طيب وهو تتوقعون أن الأب ما يحب أولاده الأب يحب أولاده جدا ولكن ما اعتمد على تمسك المرأة بهن وقضية أنه عندي أولاد علشان أستمر أكون متهدة بلا شخصية ومعذبة ومتأذية أنا أسأل سؤال أرجوكم يعني أبي امرأة جاوبني كيف تربي أولادك وانت خالية من كل شيء كيف تربي أولادك وانت حزينة كيف تربي أولادك وانت مطهدة كيف تربي أولادك وانت مهانة كيف تربي أولادك وانت تعيسة كيف تربي أولادك وانت دبلانة كيف تربي أولادك وانت فقدت الأمان في العلاقة كيف تربي أولادك وانت ما عندك أحد يسندك كيف تربي أولادك وانت ما تحبين نفسك كيف شكرا